بسم الله هل يفاكر أم لا؟ عيد الإيه؟ العنصرة العنصرة كلمة عبرية عايز يقول اجتماع يعني الكلمة دي كان بيستخدموها في العهد القديم العيد اللي هو بعد سبع أسابيع من عيد الفصح يحتفلوا بعيد العنصرة وفي اليوناني اللي هو بنقول عليه عيد الخمسين أو البنت كست اللي هو خمسين يوم من قيامة السيد المسيح وعيد العنصرة هو آخر الأعياد السيدية آخر فيه عيد في الأعياد السيدية هو عيد العنصرة والكنيسة بتقول عليه ده عيد الكنيسة نفسها أو عيد بتاعنا احنا لأن في العيد ده كانوا التلاميذ مجتمعين ودي هنتكلم فيها دلوقتي بنفس واحدة كنيسة كلها كانت مجتمعة بنفس واحدة وبعدين حل الروح القدس على التلاميذ مثل ألسنة نار وملاهم كلهم من الروح القدس وامتلئت الكنيسة من الروح القدس وبدأنا احنا ناخد بعد كده الروح القدس دوت في سر الايه في سر الميرون الكونفرميشن يقول كده النهاردة أعمال الرسل لما سمعنا يقول وكان الجميع بنفس ايه واحدة نفس واحدة روح واحد فكر واحد عشان كده الروح القدس يحل في الناس اللي ايه اللي عندهم النفس الوحدة مش الناس اللي منقسمين على ذاتهم هنسمع كده الحد الجاي يقول كل مملكة أو كل بيت منقسم على ذاته اللي يحصل له يخرب يعني ماينفعش مش هيكمل لو بيت ولا عيلة ولا كنيسة ولا شغل والخدام منقسمين على ذاتهم مافيش محبة مافيش الروح الوحدة دي يقبأ كل دوت مش هينفع حتى لو بيتعامل حاجات كتيرة قوي عشان كده يقولك الروح القدس حل عليهم وهم هم جميعا بنفس 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 وحدة صحيحا نسمع النهاردة يقولك الجسد لأعضاء كتيرة جدا أعضاء الودن والأيدين والعينين والرجلين لكن جسد واحد كل واحد بيعمل العمل بتاعه كل واحد مايقولش أنا أحسن من التاني بيعملوا كلهم لجسد واحد عشان كده يقبأ المنظومة بتاعة الجسم والعقل والإرادة والشخص نفسه والروح كله بيعمل في طريق واحد هل الكنيسة هل إحنا لنا النفس الوحدة دي كتير قوي بيحصل انقسامات جوا الكنيسة كتير قوي بنقعد يعني نيدين بعض كتير قوي مش عاجبنا كل واحد مش عاجبه التاني كتير قوي بنحسب أن احنا أحسن من غيرنا أو بنفهم أكتر من غيرنا كتير قوي بيحصل انقسامات جوا الكنيسة على ما فيش وده الشيطان اللي بيش عارف يحارب من برة فيروح محارب من جوا البيت أو من جوا الكنيسة عايزين نعيش بنفس واحدة العيد بتاع النهار ده دوت عايز يقول لنا خلي الكنيسة كلها زي ما خدت الروح القدس وهي بنفس واحدة وفكر واحد احنا برضو نفس الكلام عايزين تقوب الكنيسة كلها فكرها واحد بنفس واحدة يعني بروح واحد بمحبة واحدة نرجع زي الكنيسة الأولانية كله يخاف على بعض كله يشوف احتياجات بعض بيش كل واحد يقول أنا بس أنا المهم والبقى ده بيش مهم بيش كل واحد مش عاجبه حاجة يقعد يتكلم الوقت بنسمع حتى بنتكلم على اللي يعني قدست البابا ونتكلم على صقفة ونتكلم على الكهنة يقولك أنا بقول رأي بقول رأيك حلو قوي بس فين حتة الحب فين حتة الروح الوحدة فين حتة الروح القدس اللي بيخليني نتكلم ازاي فين حتة الروح القدس اللي بيخلينا نتصرف ازاي يقول كده في معلمنا بوليس ريسول الروح القدس قادني الروح القدس منعني الله وانت ما بتعملش حاجة لوحدك لا روح ربنا اللي جوايا هو اللي بيرشدني هو اللي بيجهني عشان كده اول نقطة ياريت نعيش بالنفس الوحدة نحب بعض نخاف على بعض ما ندنش بعض نشوف احتياجات بعض ما نستناش كل واحد يقول انا محتاج او انا عايز او لما يقع نقب نشوفه نفس واحدة روح واحدة فكر واحد عشان الكنيسة تفضل كده هو كنيستنا عشان اطمنكم اللي عايشها بالروح الواحدة والنفس الواحدة والفكر الواحد من ايام اكتر من الفين سنة ما تخافوش على الكنيسة ربنا اللي حل بروح قدسه على الكنيسة هو اللي بيقودها لغاية دلوقتي سعيح بيتحصل مشاكل وبنشوف اراء مختلفة لكن الروح ايه الروح واحد ما تخافوش سعيح بيحصل كل واحد بيقول رأيه وبنسمع كل واحد بيقول رأيه لكن الروح اللي في الكنيسة العامل في الكنيسة هو روح ربنا نرجع تاني نقول عايزين يا رب النفس الواحدة كل مجموعة خدام مع بعض تقول اعطينا القلب الواحد والفكر الواحد كل بيت مع بعض او عيلا مع بعض تقول عايزين نعيش بالقلب الواحد والفكر الواحد كل كنيسة كل خدمة كل حتى انشطة بتتعامل جوه الكنيسة لازم يكون يكون لنا الايه الروح الواحد والفكر الواحد لان ده روح ربنا عشان كده بيقول في اليوم دوت يوم الخمسين دوت يقول والروح القدس ملأ الجميع وامتلقوا من الروح الايه القدس يعني ايه حتة امتلقوا دي يعني امتلقوا يعني اتملوا فين يعني انه جزء انه جزء اتملوا به يعني كل كيانهم كل عقلهم كل جسمهم كل مشاعرهم كل حاجة فيهم اتملت بروح ربنا فاتغيرت كل حاجة فيهم الافكار اتغيرت التصرفات اتغيرت كل حاجة اتغيرت فيهم ايه اللي غيركم اصلا الوقت مليان بالايه بالروح القدس زمان كنت بعمل لكن دلوقتي الدنيا مختلفة خالص عشان كده الروح القدس اللي احنا خدناه خدناه كلنا فين في سر الميرون بعد المعمودية بيجي ابونا كده هو يمسك الطفل الصغير ويرشمه كم رشمة كم ستة وثلاثين الجسم كله من الرأس للفكر للودان للسمع للعينين للنظر لأعضاء للقلب كل الجسم عايز يقول ايه اصل الشخص ده بقى مقرس لربنا بقى فيه روح ربنا بقى انسان يعمل اعمال ربنا بقى انسان مختلف عن العالم بقى انسان مليان بربنا هل احنا بنحس كده في حياتنا ان احنا مليانين بالروح القدس مليانين بربنا ولا ساعات نقبة مليانين بربنا وساعات تانية لأ ساعات تانية نسمع للروح القدس اللي جوانا وساعات تانية لأ ساعات نقبة يقولوا كده ايه ملتهبين بالروح القدس يعني كده الروح القدس زي النار جوانا عايز أعمل وعايز أتوب وعايز أحفظ وعايز أقرأ وعايز أساعد وعايز أروح أبشر للناس وعايز أخدم الناس وعمال الروح الكدس عمال يدينا أفكار وعمال يقوينا ولا ساعاتنا ممكسلين وتعبنين ومش سمعين يقول كده لهم آزان ولا تسمع ولهم أعين ولا ترى امتلأ الجميع من الروح الكدس طيب احنا مليانين من الروح الكدس ربنا ادهلنا كده يعني فورفري طيب هل بنستفيد منه ولا لا هل بنسمع له ولا لا عشان كده معلمنا بوليس الرسول يقول حاجات كتيرة قوي يعني بمحبة طبعا وبإرشاد وبالنصح يقول ايه لا تحزنوا الروح الكدس لا تطفئوا الروح الكدس خلوا ليكم شركة مع الروح الكدس الله انا نسيت أقول لكم حاجة بس طبعا مش نسيت ولا حاجة انتم عارفينها هو ايه الروح الكدس دوت ايه هو الروح الكدس هو مين روح الله روح ربنا هو الله الله نفسه عشان كده بنقول ايه بسم القاب والابن والروح الكدس اله واحد ايه امين الروح الكدس ده هو الله الابن هو ربنا برضو هو الله والاب هو الله فالروح الكدس ده هو ربنا عشان كده معلمنا بوليس الرسول ايه انتم مش عارفين انكم هياكل للروح الكدس والروح الكدس ده ساكن جواكم يعني ربنا ساكن جوانا يعني ربنا هو اللي بيمشينا يعني افكر ازاي زي ما ربنا ابص ازاي اعمل ازاي اروح فين زي ما ربنا عايز عشان كده الروح الكدس ده هو وجود ربنا وجود الله قوانا نحيا به ونتحرك تحرك به ونعمل كل حاجة به عشان كده احنا مختلفين عن العالم حاجة اللي اتميزنا واكتر حاجة واهم حاجة يقولوا كده ايه انتم ليسوا كالايه ناس اللي في العالم ليه بيش زي ناس اللي في العالم احنا بيش زيهم بناكل ونشرب ونشتغل ونجري ونروح ونيجي لا 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 أصل انتم فيكم ايه فيكم الروح القدس روح ربنا جواكو مليكو عشان كده ما بنقدرش نعمل أعمال العالم ده يروح يدين ويعمل خطية معينة ده حتى هقولكو حاجة حتى لو عملنا خطية معينة وقعنا في تجربة معينة بنكون حزنانين نحزن ليه أصل الروح القدس اللي جوانا يقولك ايه يبكت على كل خطية مش فرحانين ونحن بنعمل خطية مش مبسوطين ونحن بنعمل زي أولاد العالم والشباب بتوقع العالم والشغل بتاع العالم ليه أصل يقولك في حاجة جوايا كده أنا مش مبسوط أنا حاسس ان في حاجة غلط بعملها جيلك منين الاحساس دوت أصل ربنا اللي جوايا هو اللي بيرشدني هو اللي بيقول لي تعمل ايه وما تعملش ايه عشان كده لما بيجينا اي مشكلة او اي حاجة نقول له يا رب روحك الكدوس اللي جوايا دوت هو اللي يرشدني انا مش عارف اعمل ايه مش عارف اروح فين ارشدني وهو تلاقي ربنا يتكلم جوانا عن طريق ايه عن طريق روحه الكدوس اللي جوايا بس احنا ساعات ما بنسمعش يقولك اده في العهد القديم ايه اعطوه القفى لا الوجه يعني ادلوه ضهرهم ربنا يتكلم انا مش فضيلك دلوقتي انا مش عايزك دلوقتي انا عايز العالم عايز الحاجات اللي في العالم عايز اتمتع عايز اجيب عايز اروح عايز اعمل حاجات كتيرة طيب وحلوه كل دوت بس فين روح ربنا هل بنعمل كل دوت على حسب مشيئة ربنا على حسب ارشاد الروح الكدوس لنا واللأ كل واحد يراجع نفسه كده اللي انا بعمله اللي انا عايشه اللي انا بقوله اللي انا بفكر فيه حسب روح ربنا اللي جوايا ولا بعمل ضد الروح الكدوس اللي جوايا عشان كده ربنا يا كل شوية يقول لك ايه لا تحزنوا الروح ما تخليش روح ربنا حزين كون فرحان فرحان بربنا فرحان بالروح الكدس هل لنا سمار الروح الكدس في حياتنا بنحب بنساعد عندنا تعفف ما عندناش رياء عندنا صلاح عندنا حاجات حلوة ولا لأ ولا عندنا الروح الكدس كده وخلاص مسيحيين وخلاص دوت اللي بفرقنا عن العالم الروح الكدس ده قوة يقول لهم كده ايه ستنالون قوة متى حل الروح الكدس عليكم القوة ديت هي اللي احنا عايشين بيها بس قوة منين من جوة من الداخل يقول الكودة عليها قوة من الداخل وننتصر من الخارج يعني انسان يبع عنده قوة الروح الكدس دوت يقدر يقول للحاجة الوحشة للعالم للخطيئة لأ ماقدرش اعمل ليه انا بش داي الناس اصلي في قوة بتحرقني هي القوة بتاعت ربنا ديت اللي بترشدني هي القوة دي بتاعت ربنا اللي بتعزيني اللي عنده مشكلة يا ما ناس عندها مشاكل ويا ما ناس عندها تجارب إيه اللي بيخلينا نحتمل إيه اللي بيخلينا نحتمل ربنا اللي جوانا روح ربنا يتكلم جوانا ويدينا التعزية ويدينا حتة الإيه ويدينا حتة الاحتمال لا تطفئوا الروح روح ربنا كده يكون منول على طول زي في العهد القديم كده النار على المسبح تاخد الزبيحة على طول لكن إحنا ساعات نوبة كويسين وساعات ما نوباش كويسين إيه اللي بيحصل إحنا اللي بنتفر روح الكدس ربنا عايز ولاده كده دايما منورين بالروح اللي هو بيدهولهم جدد روحك الكدوس فينا روحك الكدوس يا رب اللي إحنا خدنا ده هو جدده فيه أحشائنا خلينا نوبة متجددين بروحك الكدوس ده نفكر إزاي ونتكلم إزاي ونلبس إزاي ونعيش إزاي ونعمل إيه ونروح فين ونيجي منين إيه دوت يعني إحنا مش أحرار بالعكس إحنا أحرار بالروح الكدوس بس إيه منقضين لمحبة ربنا بروحه الكدوس دوت ياريت يبقى في حياتنا الروح الكدوس ده شغال يبقى شغال على طول وشغال باستمرار أعرف أحب الناس أعرف أسامح الناس أعرف أدي وساعد الناس أعرف أكرز وأطلع وأتكلم وأقول للناس على الروح الكدوس اللي فينا دوت ده اللي بميزنا عن أي حد شوف أنت نفسك كده هو فينا الروح الكدوس ولا لأ فينا حتة إحنا نفس واحدة وروح واحد هل إحنا مليانين فعلا بالروح الكدوس وبنعمل أعمال الروح الكدوس وفي حياتنا لنا سمار الروح الكدوس ولا لأ كل أحد يفكر كده مش عايزين نزعر ربنا النهاردة عيد عيد إيه عيد ربنا بيحل فينا ربنا بيقول لنا الروح دوت أنا هسيبه لكم زي ما إيه قال أنا صاعد لكن لو عدي لكم مكان بس بيش تايبكم لن أترككم يا تاما هديكم جسدي هسيبه لكم على المزبح هنا من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيى إيه يحيى بي طب وبعدين أنا هو الطريق ما تخافوش أنا سيبلكوا الكلام بتاعي الكتاب المقدس الوصية نمشي بيها ونسمحها وننفذها ما تخافوش أنا روح الكدوس دوت هدي لكل واحد فيكو علشان ده اللي يرشدكو وده اللي يعلمكو تيجوا تكلموا الكلام ده لحد برا يقولك أنت مجنون إيه الجنان اللي أنتو بتقولوه ده إيه اللي بتعملوه دوت إيه اللي بتؤمنوا بيه دوت أصل الفرق أنه هو إيه ما فوش الاستنارة ما فوش الروح الكدوس اللي بنور العقل بتاعنا وبنور قلبنا وبخلينا كده إيه يقولك ملتهبين في الخدمة واحد كده سايب شغله وسايب حاجة ويقولك أروح أعمل كرازة ولا أعمل فولنتير ولا أروح أساعد حد محتاج واحد يدم اللي بيكسبه عمالي يشتغل طول نهار تلاقيه بياخد دوت ويقوله يا رب من يدك أعطيناك يروح يساعد يروح يشوف مين محتاج ويروح يشوف حد يساعده أو أي حاجة يعملها إيه دوت روح ربنا اللي بيخلينا نحب بعض بيخلينا نقبل كلامه ونصمر فيه ربنا يدينا نعمة ونكون فرحانين بالروح الكدس اللي ربنا مالك كنيسة بيه كنيسة مليانة بالروح الكدس ما تخافوش عن كنيسة كنيسة مليانة حتى الولاد اللي بعده ناس كتير يقولك ابني حفدتي حد في العيلة بعد عن الكنيسة خالق ما تخافوش هيجي الروح الكدس بس هيعرف يجيبه لو احنا نصلي بنفس واحدة وتقبى الصلاة صلاة قوية هيجي في يوم الايام ما تخافوش البعيد دوت هيجي والقريب دوت فعلا هيثبت ولا ربنا المجد دائم الى الان